لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المسا برحب بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الستة عشرين ومازلنا مستمرين في نقل وقائق وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا الشيخ التوجري يكذب على الإمامة الكرطبي ونقصد بالكرطبي هو صاحب التفسير المشهور بالجامعة لأحكام القرآن صاحب التفسير وخلينا نعيد مع بعض فيديو مهم للشيخ علي التوجري وهو بيأكد فيه أن كتب أهل السنة وطبعا بيقصد الوحبية السلفية هي اللي فيها العقيدة الصحيحة عكس الأشعارة اللي كتبهم مليانة بتحريف العقيدة والبدع والشرك نشوف مع بعض سبحان الله أئمة أهل السنة وهذه ميزة القراءة في كتب أهل السنة يقررون العقيدة في بعض الكتب ما أبغى أذكر الأسماء لكن تجدونها الذين هم على مذهب الأشعارة يقولون ليس وهو القاهر فوق عباده المراد له الغلبة وهذا ليس المراد به العلو والحسي وهذا المراد به يعني القهر لمن تحته سبحان الله ما الذي يمنعنا بل له العلو جل وعلا وهو دال القاهر مما يدل على علو الله جل وعلا وهو القاهر هوق خلقه فهو قاهر لهم على ما يريد وهو عال عليهم جل وعلا وزي ما شفت حضراتكم الشيخ التويجري هو بيتكلم عن أخطاء العقيدة الأشعرية وأنهم بينكروا العلو الحقيقة لله على خلقه وهما بالطريقة دي بيخلفوا العقيدة الصحيحة وبيحرفوا عقيدة المسلمين علشان كده النصيحة لعوام الوحبية نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي نشألقيه تظهر عقيدته ولهذا احرص إذا قرأت في أي كتاب وجاءت بك مسألة عقدية لابد تراجع كتب أئمة السلف اللي ذنهم على العقيدة لألا يدخل عليك شيء أدينا قرينا كتاب من كتب أئمة السلف في الحلقة اللي فاتت اللي استشت بيها الشيخ التويجري ولقينا إنه بيقول الله العالي بقدرته ولا ألع له حسي ولا ألع له حقيقي ونلخص كلام التبري برضو في جملة بسيطة الله الكاهر الغالب لخلقه العالي عليهم بقدرته ودلوقتي ناخد الجملة البسيطة اللي لخصنا بيها تفسير التبري للآية رقم 18 والآية رقم 61 من صورة الأنعام ونقرنهم بكلام الشيخ الأشعاري جيل صادق الله الغالب لعباده فوقهم بكهره تفسير التبري للآية رقم 18 الله الكاهر الغالب لخلقه العالي عليهم بقدرته تفسير التبري للآية 61 ونشوف فيديو الشيخ الأشعار جيل صادق وهو بينقل تفسير الإمام الكورتوبي في تفسير وهو القاهر فوق عباده نشوف مع بعض في تفسير قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده يقول القهر الغلبة والقاهر الغالب ثم يقول ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة انتهى كلام القرطبي وكلام الإمام الطبري هو نفس كلام القرطبي اللي نقل الشيخ الأشعار جيل صادق وعشان نتأكد أن القرطبي قال الكلام ده فعلا خلينا نروح لتفسير الإمام القرطبي للأيتين 1861 من سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده القهر الغلبة والقاهر الغالب وقهر غلبة ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقاهر والغلب عليهم أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة نلاحظ أن القرطبي بيقول نفس كلام الإمام الطبري اللي هو أحد أقامة السلف زي ما قال الشيخ على التوجري ولكن الإمام القرطبي قال بكل وضوح أنه علوه الله غير حقيقي علوه معنوي علوه بالمنزلة والرفعة ويأكد نفس الكلام في تفسير الآية رقم 61 من سورة الأنعام قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده يعني فوقية المكان والردبة لا فوقية المكان والجهة على ما تقدم بيانه أول الصورة والإمام القرطبي بيأكد المرة الثانية أن الفوقية في الآية في 61 وهو القاهر فوق عباده فوقية المكان والردبة لا فوقية المكان والجهة يعني الله مش بائن من خلقه ومش فعله حسي أو حقيقي أمال إزاي يا شيخ على التوجري تنصح المسلمين أنهم يقروا كتب القرطبي زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي ولهذا انظروا بالطبري المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم لا فضفوه رحمه الله نص على العلو وكأنه يشعر ماذا سيقال لو رجعت بذ كثر قاله القرطبي وتبعه الشوكاني أيضا على هذا ونقل نفس كلامه فهذا يذل على أن الله جل وعلا هو القاهر لعباده الذي يقهرهم على ما يريد وهو أيضا عالم فوقهم فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا وإحنا شفنا في الحلقة اللي فيت التفسير الطبري للآية وهو القاهر فوق عباده ما قالش عالي فوقهم فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا زي ما بيقول الشيخ التواجري الطبري لم يذكر إلى اللو الحسي إنما قال إن معنا القاهر المذل للمستعبد خلقه العالي عليهم وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى ذكره بقهره إياهم ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه والمفاجأة إن الكرطبي مش بس بيوافق الأشعارة في رأي واحد لا الكرطبي أشعري ومن أئمة الأشعارة هل الشيخ على التواجري ما يعرفش إن الكرطبي من أئمة الأشعارة وهنقرى فتوه بالكلام ده عقيدة الكرطبي في الأسماء والصفات يقول لنا إيه فإن الإمام الكرطبي سأحب التفسير هو محمد بن أحمد الخزرجي الكرطبي وأما عقيدته في باب الأسماء والصفات فقد ذهب إلى ما ذهبت إلهي الأشعارة في هذا الباب ويصهر ذلك لمن تتبعه في كتبه كالتفسير والأسنى والتسكرة كما إن عمدته في عقيدة الأسماء والصفات هي أقوال أئمة الأشعارة وأساطينهم كالجويني والرازي وابن عطية وغيرهم والإمام الكرطبي في تفسيره تبع منهج المؤولة في الصفات فسؤالي للشيخ الوحابي السلفي إنت إزاي تنصح الناس إنها دايما ترجع لكتب أئمة السلف اللي بيقولوا إنه لو الله لو حسي يعني حقيقي وبعدين تروح تستشهد بأحد أئمة السلف اللي هو الطبري واللي كلامه مايفرقش عن كلام الأشعارة بس الأشعارة بيقولوها بشكل مباشر إنه لو الله لو مكانة وقهر وغلبة والطبري ما قالش عكس الكلام ده ده يعني ما قالش إنه لو الله لو حسي أو حقيقي وفي نفس الوقت يا الشيخ علي التوجري تستشهد بكلام أثبتنا إنه القرطبي أصلا ما قالوش لإنه القرطبي أشعاري ولما رحنا للتفسير لإنابي يقول غير الكلام اللي انت بتنسبه لي وأكتر من كده ده القرطبي قالها بشكل مباشر إنه لو الله علوه معنوي مش حسي مش ذاتي مش حقيقي يعني من الآخر القرطبي بينكر قاله لو الله على حقيقته ليه التدليس وليه الكذب على عوامل الوهابية السلفية وقبل ده ليه الكذب على علماء وأمة الأغلبية العظمة من المسلمين يشيخ الوهابية السلفية وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل معركة أيناء الله والتقل بيكم في الحلقة القادمة ترد بعقله إذا ما نقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بينها وكل المشاة